المواد المخلفات من التبريد وحرارية كيف نعيد هذه إعادة التاهيل بالنسبة للمواقع إعادة التاهيل أنت أول حاجة لازم تسن قوانين رادعة محمية قبل الترخيص قبل الترخيص وهو زاد صاحب المصنع يجي يرخزها يعرف أنه عنده قوانين بتحكمه في البيئة على وجه التحديد بغضلنا عن قوانين الأخرى يعني أنت ما الآن بتجي تصدق مصنع دائرين منك رسوم دائرين منك كده دائرين لكن ناسين أنك تحت ضرب البيئة الحاجة الثانية لازم تكون في مجمعات بيئية خارج مناطق السكن لأنه في السكان الحواليك ده كلهم بتأثروا بدون تعويض يعني أنت بتأثر أنا بكون نايم في البيت ممكن بيجي الدخان بتاع المصانع ده بيعمل لك مشكلة لكن ما بتقدر تمشي طبعاً نحن ما مثقفين يعني غانونياً ذاته ما مثقفين ما بتقدر تمشي تشتكي بتمشي الدكتور وقول لك أنك التعب بتدوك حقنتين ترى تتجي البيت نفس الحكاية نفس الحكاية بتحصل في ناس كتار يعني لازم يكون في مجمعات صناعية خارج المجمعات السكنية نمري اثنين أسهل أنك أنت تعمل بساط للطرحيل من تسكن الناس جوه المصنع دي أخطر حاجة أنك تسكن الناس في مكان العمل طبعاً